وبدأ تنظيم البطولة وتحدد موعد المباراة النهائية والتوزيع الجوائز يوم الجمعة 17 إبريل 1913 لكن جلسة السبت 7 مارس 1914 شهدت مفاجأة جميلة أوش عرض سعادة عزيز عزة باشا أنه يريد أن يقدم كأسا من الفضة تشجيعا للألعاب بالنادي فقبلت اللجنة ذلك بالارتياح وتقرر أن تقام حفلة ألعاب رياضية بالنادي يشترك فيها فرقة من أعضاء النادي التابعين لكل مدرسة عليا وفرق من أعضاء النادي الموظفين بالنظارات وفرق من أعضاء النادي الأعيان وتعطى لكل مسابقة نمرا والفرقة التي تتفوق على الجميع بمجموع درجاتها ينقش اسمها على هذه الكأس التي تحفظ بالنادي ثم تبرع سعادة عزيز باشا عزة بجائزة شخصية تمنح للعضو الذي يتفوق على جميع المتسابقين بمجموع درجاته اللجنة العليا للنادي الأهلي قبلت الكأس المهدام من عزيز عزة باشا رئيس النادي وبدأ تنظيم البطولة البطولة كانت للألعاب الأخرى خلاف كرة القدم يعني زي ألعاب القوة والعدو والتنس والجنباز وغيرها وزي كاس أحمد حشمة باشا بالزبط مشاركة أعضاء النادي من الطلبة والخرجين بنظام الفرق يعني طلبة وخريجي مدرسة الحقوق يعملوا فريق وطلبة وخريجي مدرسة الهندسة يعملوا فريق وهكذا ومعهم يشارك فريق من أعضاء النادي الموظفين بالنظرات المختلفة وفريق من أعضاء النادي الأعيان كاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى نظام المسابقة فيها مختلف كل فريق حتنافس مع باقي الفرق في كل لعبة من الألعاب يعني منافسات في ألعاب القوة ومنافسات في الجنباز والتنس والعدو وهكذا وكل مسابقة لها نقاط ومجموعة نقاط يحدد الفائز بالكاس غير جائزة شخصية من عزيز عزة باشا لأكتر شخص حصل على نقاط في البطولة انتشرت أكتر